أليس في بلاد العجائب في أحد أيام الربيع الجميلة كانت الفتاة الصغيرة أليس جالسة في الحديقة بين الأزهار وهي تقرأ حكاية وفجأة مسها أرنب أبيض مسا خفيفا وهو ينظر إلى ساعته قائلا لا أريد أن أتأخر أرادت أليس أن تعرف معنى هذا الكلام فانطلقت وراء الأرنب فدخل الأرنب في سياج من نبات وأثناء رقدها أحست أليس أنها تقع في بئر شديدة العمق زينت جدرانها برفوف كتب وأدوات مطبخ وحاولت في أول الأمر أن ترى ما يوجد تحتها لكن الظلام منعها ومع ذلك فقد رأت أليس بابا ومفتاحا ذهبيا ففتحت ذلك الباب فكان ضيقا ولم تستطع المرور فأخذت تبكي ثم رأت طاولة صغيرة وضعت عليها قارورة كتب عليها إشربيني فشربت أليس نصف محتوى القارورة فأخذت تصغر حتى لم يعد طولها أكثر من سنتمترين اثنين وزلت قدمها فغطست إلى ذقنها في البحيرة المكونة من الدموع التي ذرفتها حين كانت كبيرة وخرجت أليس من مكانها في صحبة بطة وفأرة ثم أخذت ترقد لتجفف ثيابها فوجدت نفسها في حديقة جميلة وسمعت وقع أقدام خفيف إنه الأرنب الأبيض الذي طلب منها أن تأتيه ببعض الطعام من داخل بيته دخلت أليس في البيت الصغير للأرنب الأبيض وكانت عطشانة فشربت محتوى قعرورة رأتها فأخذت تكبر فخرجت يداها وقدماها من نوافذ البيت الصغير وخاف الأرنب الأبيض وكل الحيوانات فهربت جميعها مسرعة ورأت أليس قطعاً صغيرة من الحلوى فأكلت منها فعادت إلى حجمها الطبيعي وسرعان ما تركت أليس بيت الأرنب الأبيض فوجدت نفسها في غابة كثيفة والتقت صرفة تدخن بغليون طويل لكنها تابعت طريقها ثم رأت أليس طاولة جلس إليها الأرنب الأبيض وأحد المهرجين يشربان الشاي فدعواها إلى شرب الشاي معهما لكن أدوات المائدة كانت وسخة ففضلت أليس لابتعاد وتابعت سيرها في الغابة ووصلت الفتاة الصغيرة إلى شجرة يخرقها باب فاجتازت البابة ودخلت في حديقة جميلة مزينة بأزهار بهية وكانت الحديقة مغطاة بورود بيضاء يسرع البستانيون إلى صبغها باللون الأحمر نظرت أليس إلى البستانيين فرأت أيديهم وأرجلهم مثبتة في الزوايا الأربع لأجسادهم المسطحة المستطيلة وكانوا يشبهون أوراق اللعب تابعت أليس طريقها فالتقت ملك وملكة الكبة فدعتها الملكة إلى لعب الكروكي معها ولكن ما أعجب هذه اللعبة الكرات كانت قنافذ والمطارق من طيور النحام والجنود منحنون بشكل قوس ليشكلوا القناطر الصغيرة وكانوا كلهم يلعبون في الوقت نفسه ويتخاصمون دون توقف فضحكت أليس مقهقهة فغضبت الملكة وأمرت جنودها فساق الفتاة الصغيرة إلى المحكمة ونطقت الملكة الغاضبة بالحكم الفوري يجب قطع عنق الفتاة وحين سمعت الفتاة الصغيرة الحكم أطلقت صوتها بلهجة ساخرة قائلة من يبالي بك ما أنت إلا لعبة ورق حينئذ قفزت لعبة الورق على أليس فهربت أليس بكل سرعتها ووجدت نفسها مستلقية في الحديقة وأمها راكعة بالقرب منها وهي تقول لها بلطف استيقظي يا صغيرتي لقد نمت وقتا طويلا فأجابت أليس آهن لو تعلمين أي حلم حلمت ثم أخذت تروي لأمها مغامراتها الغريبة 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 مغامراتها الغريبة